ازايكو حباب قلبي وحشتون كتير جدا النهاردة عامل معاكم روتين صباحي كده اول مسحيت عملت كم حاجة قلت اشارككو بيها لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والتشجية عشان اللايك ده بيرفع الفيديو خلوني اتشجع ان انا سور لكم فيديوهات تانية فهو روتين صغنون كده بسيط عملت كم حاجة صبحية فقلت اشارككو بيها مبدئيا اول مسحيت قلت اعمل كوباية كافي ميكس انا لو مشربتش كافي ميكس الصبح وبالذات للخمسينة الصغنون ده في كوباية صغيرة اه دماغي ما تتزبتش فعملت كوباية كافي ميكس كده ودخلت على طول اه على الروتين هو روتين خفيف صغنون كده بس اقولت اشارككو بيه اه عملت كوباية الكافي ميكس وروحت اشربها بعد ما خلصت كده اطلعت اقعدت على الروكنا شربتها وبعد كده دخلت على الكاتل الكاتل من جوه انا من يوم ما اتجوزت ليا شهرين وشوية ما نظفتوش بصوا من جوه كتل من الرتراتة ومش عارف اسمها ايه الطبقات الصفرة دي اه اعتقد واضحة في الصورة اه فخليت جوزي مبارح جاب ملح لمون الحبة دول بخمسة جنيه هحط منهم معلقة ومعلقة ونص واملى الكاتل لحد اخره او لحد الحتة اللي هي فيها الحاجات دي واسيبه يغلي اه يعني احطه على الكهرباء يشتغل دورة كاملة ويغلي للاخر اه فانا هحطه كده اه يعني بعد ما عملت الكافي ميكس ما رحتش شربته على طول اشغلت على ده اه لما بتحطي ملح لمون بيبدأ يفور حطيته كده ووريتكو الفوران حطيت معلقة ونص وروحت كملت عليه ميا مليته وهرجع اشغل عليه وهطلع اسيبه كده مع نفسه وشوية واشرب الكافي ميكس بتاعي وازق الوردة بتاعتي وارجع وارهولكو نضيف ازاي وهكمل تنظيفه من برا وكده وهوريكو طريقتي في التنظيف مش باخصل بسلكة وصابون ولا كده هوريكو يعني اه خدت كباية ميا وطلعت على البلكونة بتاعتي عشان ازق الوردة بتاعتي وانا عارفة ان البلكونة مدعوكة تراب اه لانها مضطرت عندي وفي تراب وكده والبلاط بتاعي ابيض فيعني بصوا اعملوا نفسكم بشو اخدين ببلكم هبقى نضيفها معاكم ان شاء الله تمام رحت كده زقيت الوردة بتاعتي بالميا اه وبصوا بدأت تطلع طلعت تلاتة صغنانين بس لسه ما فتحوش حبيت اديكو جزء صغنان كده من اه ورتكو يعني الفيو بتاعي عند البيت عامل ازاي تمام بعد كده اه دخلت على المطبخ بعد ما شربت الكافي ميكس ووريتكو بصوا نضيف ازاي بقى جديد بيلمع من جوا هشيل الميا يعني هفض الميا دي منه وهرجع اكمل معاكم نضفته ووريكو بنضفه ازاي شايفين بيلمع ازاي يا جماعة انا بصراحة مش بنضفه من برة بالصابون والدعكو كده انه جديد يعني نضيف لسه ما تبهدلش هو مجرد تراب فانا الخلطة اللي كنت عاملاها في الازازة دي اللي بلمع بيها المطابخ وبلمع بيها الاسطح وكل حاجة رشت رشتين كده وجبت فوتا مايكروفايبر عارفينها طبعا كلكم مايكروفايبر النعمة كأنه لسه مشتريا دلوقتي اعتقد التصوير باين وبلمع برضو الحتة بتاعته اللي من تحت دي بس ما بروحش عند الفيشة ولا الكهرباء خالص بلمع دي وده الكستر اللي انا حطاه تحته كحماية من الرخامة او كده يعني منظر مش راكتر ده كستر برضو لمعته وهلمع حوالين يعني هلمع الرخامة لانها مضطربة لها فترة ما لمعتهاش وهبص كده جنبي هلاقي تقم التوابل ده الطبق بتاعه من تحت مليان سكر ناشف على شاي مدلوق على مش عارف ايه مدع مدعوك برضو قلت مليش نفس ان انا لسه هلينه وادعاكو بالسلكة والكلام ده قلت لأ يلا نلمعه بصوا الحاجات دي نشفة جدا رحت رمية السكر كده في الزبالة وهارجع ارش بالبخاخة الحاجات اللي فيه دي نشفة جدا بس البخاخة دي بجد سحر هعمل لكم فيديو عن الخلطة اللي انا بعملها دي بلمع بيها الموباليا بلمع بيها المطبخ بلمع الرخامة بخسل بيها البتجازلة ومع الهج دهون بتنفع في كل حاجة هفضل ادعك كده لحد ما الحاجة تلين يعني انا رشتها وبدأت لين وبرضو بالفوتة من غير سلكة ولا اي حاجة هرجع الطبق ده بيلمع ان شاء الله على العيد هدعك كل حاجة وهخسل كل حاجة بس انا قلت تنضيف زي كده زي الركنة والمرتبة عملتهم عن ناشف فقلت ده اعمله كده عن ناشف رجعت الطبق زي ما انتو شايفين جديد بس عشان الخلطة دي فيها كلور جبت منديل ومسحت بيه كده ونشفت يعني مكان الخلطة وبتعدل من برا كده تلميع من برا من جوه مفهمش حاجة انه مليانين سكر وشاي وقهوة مفهمش يعني مش متوسخين ولا حاجة بجد رجع جديد وزي الفل هلمع بقى الرخامة لما كنت مكانها بعدها بشوية انا مش بفتر على طول بعدها بكم ساعة كده حبيت ان انا اكل كنت عاملة بيزة سيومي طبعا انتو عارفين ان انا صايمان وجوزي كنت عاملة بيزة جنباري مبارح يعني دي مش الصبح عشان ما تقوليش هتاكلي جنباري عالصبح لا دي جبت قطعتين كده كانت حوالي الساعة تلاتة اثنين ونص حطتهم في الميكرويف على دقيقة وبعد كده جبت كباية مية انا مش بعرف اكل من غير مية لازم المية طلعتهم من الميكرويف وروحت اكل فانا اكلت ورجعت برضو على المطبخ عملت كم حاجة تانين مبارح كنت عاملة دمسة فول او عملت فول يعني عشان الصيام عملته في البيت وطلع زبدة او عايز اقول لكم ان انا في بيت بابا وما كنتش بعمل حاجة يعني فالفول ده اول مرة بانا سألت ماما بس عامله ازاي وطلع امر 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 بس انا مرضيتش هنزل الطريقة وما صورتهاش قلت لو طلع حلو هشاركو بيه طبعا الصيام لست فاضل فيه شهر وشهر وشوية فهعمل تاني يعني انا بس حبيت ان انا اوريكو عملتين نهارده ان انا استنتها بردة خالص وفضلت اكيسها في الاكياس بتاعت التلاجة دي باجيب الكيس واحط واحطه في كوباية واحط خمس معالق يعني يا دوبك يكفون انا وجوزي وكمان بيتبقى منهم تمام وهشيلهم في الفريزر عملوا معايا خمس اكياس وهفضل طبعا اشيل منهم الهوى يعني عشان الكيس ما يبقاش منفوخ وياخد مساحة في الفريزر فانا كيست الفوالة كلها وعايز اقول لكم الطريقة بجد طالعة تحفة ولونه تحفة زي بتاع بره واجمل وبصوا مهروس يعني مهروس ودايب دوب مش محتاج ان انا هرسه فاهميني بنشتري فول كتير وبنعمل فول بيبقى مجرمز وناشف كده بنهرسه بالعافية لكن ده مهروس من قبل ما اناكله بصوا شايفين ازاي بجد تحفة هعمل لكم طريقة طبعا دي مش هتكمل انا ماليش في الفول قوي بس جوزي بيحبه جدا فدي مش هتكمل معاه خمس ست ايام يعني فهتخلص وهعمل معاكو تاني وهوريكو الطريقة لانها بجد تحفة وتستهل التجربة اعملوا فول في البت يا جماعة متشتروش من برا تمام عايز اقول لكم لحد اخر ولا بصوا الفوالة خلصت ولا فولة لزقة ولا اي شياط ولا اي حاجة وصدقوني عامله مش على سخان فول ولا حاجة انا عامله على البوتاجاس عادي خالص فيعني طلعوا معايا خمس كياس كبار فاشلتهم وده سمك كانت ماما مديهوني قبل كده في زيارتي يعني جات للزيارة وديتهوني طبعا كان اكتر من كده بكتير كان حوالي سبع كيلو والسمكاية كبيرة وهي جايبهم لي متنظفين بس كانت مشكلتي معاين وكانوا كلهم في كيس واحد فكنت كل ما عوز سمكاية او سمكتين لي انا وجوزي استنى للكيس كله يفك فانا طلعتهم وسبتهم يفكوا وقلت هخلي كل واحدة في كيس لوحدها واشيلهم في الفريزر بالواحدة عشان انا الكبيرة دي بنعملها بنعمل السمكاية بتكفينا احنا الاتنين ولو وسط بنعمل السمكتين بيكفونا وساعات بيزيدوا فليه كل شوية افك الكياس كلها عشان افك الكيس كله يعني يكتلة كده عشان اعمل سمكة او اتنين ويفضل يبوز مني بره وجوه فانا عملتهم بالواحدة بحيث اعوز واحدة طلع اعوز اتنين اطلع كسين عملت خمس سمكات كبار والسغنانين دول او الواسط دول سبتهم هشويهم النهار ده بالرد اشتركوا في القناة